بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا يا محمد بن عبد الله معكم اسلام في فيديو جديد ومساء اللطشاط وصباح الفوآن تعالوا نشوف الرئيس السيسي وجه صدمة قوية كبيرة جدا لمجلس النواب المصري ويعوزين نعرف ايه التصريحات النارية من الرئيس السيسي ولطشة قوية لأعضاء البرلمان عشان يفوقوا ولكن قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا نخش فيه الموضوع على طول التصريح اللي الرئيس طلع قاله ده من أقوى تصريحات اللي صرح بيها الرئيس من بداية مكان رئيس للجمهورية يعني ده بأمانة بالنسبة لي أقوى تصريح الرئيس السيسي طلع قاله في مجموع تصريحاته كله التفاصيل اللي هنتكلم فيها النهاردة دي تفاصيل كتيرة ومهمة يعني عاوزكم تشوفوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا الموضوع بالزبط إيه لما كان الرئيس السيسي بيفتتح مصنع الغازات الطبية والصناعية ما كانش من المتوقع أن الرئيس يطلع يقول كلمة أو يتكلم أو يقول حاجة أو يعقب عن شيء ولكن المفاجأة أن يطلع فعلا يتكلم والطلب بقى الرئيس السيسي ايه من مجلس النواد أنهم يفتشوا ويتقصوا عن كل خطايا مؤسسات الدولة وطالب الرئيس من كل مؤسسات الدولة أنها ما تزعلش من أي استجواب وده طبعا من بداية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ليه جميع الوزراء وزير التعليم وزير التعليم العالي وزير الداخلية وزير الخارجية والرئيس قال إن احنا دولة مؤسسات وبنشتغل وبنصيب وبنخطو عادي جدا زي أي دولة محترمة في العالم الدولة المحترمة في العالم الليها بتعترف بغلطها وتعترف بصوابها والرئيس السيسي قال إن محدش يزعل من أي استجواب مقدم من مجلس النواب لأي وزارة من الوزارات رئيس البرلمان للأسف كان بيطلع يقول تصريحات عجيبة وغريبة ويقول إن احنا داعمين للحكومة وبندفع عن الحكومة وده طبعا مش مهمتهم الأساسية مهمتهم الأساسية أو مهمتهم عمات إنهم ما يدفعوش عن الحكومة ومهمتهم الأساسية إنهم يدفعوا عن الشعب إنهم يفتشوا على الحكومة إنهم يتابعوا الحكومة يرقبوا الحكومة وإن هو يجيب الحكومة يعصرها ويحاسبها دا مهمته الأساسية مجلس النواب للأسف هما كده ما بيخدموش الدولة يجب كشف النقاب عن أي مقصر لأن انت من حبك في وطنك هتكشف الغلط عشان تغيره ومش هتتسطر عليه أو هتقول ان الدنيا ماشية تماما والدنيا كويسة والدنيا مش كويسة فمن حبك في وطنك انك هتعوز انك تصلحها دي مهمة مجلس النواب الرئيس السيسي صدم النواب النهاردة وقال لهم يجب عليكم انكم تحاسبون المسؤولين والمقصرين دوركم ليس للدفاع عن الحكومة اعتبر هذا التصريح من اهم التصريحات لانها تعتبر لطشة لاعضاء مجلس النواب وطبعا رئيس مجلس النواب ان شاء الله اللطشة دي تفوق مجلس النواب وترجحهم لمهمتهم الاساسية وهي التفتيش والمراقبة على الحكومة المصرية المفترض مثلا ان هم يجيبوا وزير التعليم في قلب مجلس النواب ويحاسبوا حساب الملكين ده المفروض للأسف هي كانت مرة واحدة للرئيس الوزراء مصطفى مدبولي وده كان بتوجهات من الرئيس وهي كانت مرة واحدة بس مرة واحدة بس في عهد رئيس السيسي انا عاوز اعرف رأيك في الكومنتات تحت يعني ايه رأيك في الموضوع ده عاوز رأيك في الكومنتات عشان انا بقى رأي كل الكومنتات الرئيس السيسي عاوز يبقى كل فرض في الحكومة يتسئل ويبقى فيه رقابة عليه عشان كل واحد يقوم بدوره على اكمل وجهه والرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف وتحية كبيرة لهذا الرئيس الذي يبني الوطن يعني الرئيس السيسي فيه ملخص هذا الموضوع انه هو عاوز يبقى فيه اصلاح لان الاصلاح يأتي بالانتقاد البناء الاصلاح يأتي بكشف الحقائق الاصلاح يأتي ليه ان احنا نحاول ان احنا نحاسب اي شخص يخطئ مهما كان اي وزير يغلط اي شخص يغلط جوه الحكومة يتحاسب من مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب اللي هو الشعب يتحاسب من الشعب لان دي مهمته الاساسية تعالوا نشوف نص الخبر اللي قالته ارتي عن هذا التصريح السيسي يعلن عن حارس وغحامي الشعب المصري ويكشف عن صندوق جديد باموال ضخمة وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي النائب العام بانه حارس وحامي الشعب المصري وانه المسؤول عن حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام وقال السيسي فيه كلمة له امس الخميس كل موضوع محتاج ان يتحقق فيه حققه وتصده للاتهامات ومش هنزعل والمفروض ما نزعلش والكلام ليا وللحكومة مدام فيه اتهام يبقى البرلمان بليجانه يفصل والنائب العام يفصل يعني الرئيس السيسي بيطلب من مجلس النواب انه يحزبه الرئيس السيسي ويحزبه اي حد ادام حساب او انتقاد فيه صالح الوطن وانه هيبني الوطن ليس هيهدمه والرئيس قال لما يتعمل استجواب لمسؤول يجب ألا يأخذ الامر بحساسية يعني لما نائب برلمان يستجوبك فيه البرلمان ما تاخدش الموضوع بحساسية ولا تاخد الموضوع بسدرك لان ده حقه وحق الشعب وحق الرئيس وحق الشخص اللي بتم استجوابه الرئيس السيسي قال لازم نوضح الكلام اللي بيتقال ما تسيبوش الدولة تقاتل وحدها كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن مصر يعني البرلمان معني بالدفاع عن مصر الرئيس السيسي قبل البرلمان معني بالدفاع عن مصر أي وزير حتى لو وزير التعليم معني بالدفاع عن مصر ولازم جهودها تتضافر عشان الحقيقة البرلمان دوره لازم يكون كبير لأن التحدي كبير يعني زي ما حضركم عارفين المرتزقة بتاع الجماعة الإرهابية بتاعة قطر وتركيا معتز مطر ومحمد ناصر وعبدالله الشريف والناس اللي هي موالة قطريا دي مهمته من الأساس هي أنهم يضمروا في مصر أو يضمروا في الشعب المصري أو يفهمهم شائعات غير موجودة بالمرة فدي مهمة لازم يقوم بيها البرلمان لأن هي مهمة كبيرة جدا وهي أن احنا كل واحد يقوم بدوره على أكمل وجه ما يتسطرش ولا يطبل للحكومة مجلس النواب مش مهمته أنه هو يطبل للحكومة مهمته أنه هو يكشف الحقائق لأنه هو لو خايف على البلد حقيقي خايف على البلد وخايف على المرحلة اللي احنا بمر بيها هيوقف جنب البلد وينتقد ويحاسب كل مقصر زي مثلا اللي حصل من فترة في قضية شهيد تذكرة اللي هو توفى لما كمساري فتح له الباب فده كان المفروض بقى البرلمان ياخد هنا خطوة تجاه وزير النقل والمواصلات ومن جهة أخرى كشف الرئيس المصري أن الصندوق السيادي لمصر الذي سيتم الإعلان عنه في وقت قريب سيكون بأرقام كبيرة تعكس القدرات الحقيقية لمصر وأصولها وقد تصل الأرقام إلى تريليونات وأشار سيسي لأن الصندوق السيادي سيدم أصول مصر وسيعكس القدرة الاقتصادية للدولة وجاء ذلك خلال افتاح الرئيس المصري مشروعي مصنع الغازات الطبية الصناعية رقم 3 ومصنع فوق أكسيد الهايدروجين تركيز 50% وهو الأول من نوعه في مصر ويتبع المصنعين لشركة النصر للكيمويات الوسطية بمنطقة أبو رواش بالجيزة المصدر وكلات وارتي فمرة أخرى تحية كبيرة للرئيس المصري بدأ أنه يفتح في موضوع مهم ليخص الشعب المصري أنا مش بشكر كل القائمين على المشروع وعلى المشاريع وأعيز أقول حنشتغل وإحنا كنا المفروض فيه افتتاحات كثيرة خلال الفترة اللي فاتت لا إحنا حنفتتح كل مشاريعنا على طول بقى طب اللي حيزعل يدفل دون بقى عمل الكلام ده مش مهم إنما لو سمحتم خلال الأسبوعين ثلاثة اللي جايين لو قلتلي كل يوم ولا يوم بعد يوم أنا جاهز طب الساعة خمسة الصبح ما يجراش بس إيه تعالوا ننتقل لحاجة تاني مهمة معنا هو السيسي يوجه رسالة للغاضيين من افتتاح المشروعات الجديدة في بصر أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزام الدولة افتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة حيث وجه رسالة للغاضيين من افتتاح هذه المشروعات وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه مصنعين جديدين صباح أمس الخميس إحنا هنفتتح مشروعات كثيرة على طول واللي يزعل يدفل على حد تعبيري وأضاف خلال اسبوعين ثلاثة جديدين لو طلب مني كل يوم احضر افتتاح مشروع مفيش مشكلة وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس الخميس افتتاح مصنعين جديدين تابع عيني لشركة المصر للكيمويات الوسيطة الأول مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ثلاثة والثاني فوق أكسيد الهايدروجين في قرية أبو رواش بمحافظة جيزة المصدر وكالاتي يبقى نيجي هنا الرئيس السيسي بيوجه رسالة للناس اللي هي عملة تروج الشائعات بر مصر المموليد قطريا وتركيا لأنه هو هيتم فتح مصانع تانية وهيبني البلد برضو رغما عن أمف الحاق دين واللي عاوزين يوقعوا البلد فتحية كبيرة لأنه هو فعلا بيشتغل أنا شايف أنه هو من وجهة نظر المتوضعة وبدون مبالغة هو بيشتغل وما بيبطلش شغل أتمنى في النهاية أن مجلس النواب يقوم بدوره زي ما الرئيس السيسي قال وإن شاء الله خير وجينا نهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة ده يدعمنا كتير جدا ويسيب لنا رأيك في الكمبيتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته